أما عن بعض علامات الساحر فقد ذكرها العلماء في كتبهم بناء على التجربة أن عادة الساحر الذي يتعامل مع الشياطين عنده بعض العلامات التي يعرف بها أولاً أما أن يطلب منك أن تعرف باسمك واسم والدتك واسم المكان الذي أريد فيه يعني ماذا يريد الساحر من اسم والدتك؟ أو بالعكس يخبرك هو بالتفاصيل أول ما تدخل فضلي عن حمد أمك اسمها سميحة أو اسمها كذا يجبلك التفاصيل كلها طب مواجهة يا بني إلهام من الله وحي نزل عليه من السماء لا هو وحي من الشياطين فإخباره بهذه الأشياء دليل على أنه يتعامل مع الشياطين هذا أولاً الإخبار بالغيبيات أو طلب أمور لا علاقة لها بالرقية الشرعية ثانياً يكون عنده طلبات غريبة يقول لك ائتي بأرنب أسود أو بقطة صفتها كذا وكذا أو بكلب رجله مسلوخة أو مش عارف إيش واذبحها في المكان الفلاني في الساعة الواحدة ليلاً ثم مأت بالدم وضعه على الجرح الفلاني حتى تهرم هذه الطلبات بهذه التعقيدات دليل على أن الذي يطلب هو إيش ساحة وأحياناً يطلب منك أو يطلب من المريض أن يجلس بغرفة مظلمة سوداء لفترة معينة أو يطلب منه أن لا يستخدم الماء أربعين يوماً أو يطلب منه أن يلبس صليباً وهذا إذا كان الجني الذي يتعامل معه نصرانياً أما إذا كان الجني الذي يتعامل معه عدواً للنصارى فيطلب منه أن يلبس صليباً مكسوراً أو صليباً مناكساً يلبس بالقلوب حتى يرضي هذا الشيطان فيطلب منه هذه الطلبات الغريبة وأيضاً يطلب بعض الأمور ما لها علاقة بموضوع الرغية يعني يطلب بعض القرابين اتبح خروف وسن أنتوا عبتتبح فلان الفلان يعني قول يا جمايكا واتبح شو جمايكا وعبتتبح أنت هل اسم هذا اسم استغاثب الشيطان الذي تبعه وأحياناً من علاماته هو أنه ترى مثلاً يقرأ قرآن يقرأ بعض يقرأ الفاتحة ثم يتمتل ما تفهم؟ أقول الكلمات غير مفهومة هذه الكلمات يراها هي أنها من العهد السليماني أن الكلمات التي تفهمها الشياطين بس أنت لا تفهمها تفهمها الشياطين وقد تعلمناها من سليمان السليمان عليه السلام كان عنده قدرة أنه ينضخ الشياطين له فيرى أنها من العقود السليمانية فهذه الكلمات الغير مفهومة دليل على أنه ساح أو أحياناً يدخل إلى بيتك أو عندما تدخل إليه دستوركم يتحدث مع ناس لا تراهم ما في حدا القادم الآن يطلب الأمان وهو محب وليس بمبغر مع مين عم بحكي؟ يتكلم مع الشياطين يعطيهم الأمان أنه يريد أن يستغيث بكم ويريد أن تفعلوا له هذه الأفعيل فكونه تلفظ بكلام مفهوم بكلام غير مفهوم أو قرأ أشياء غير مفهومة أو كتب لك بحجاب شيئاً غير مفهوم فاعلم أنه ساح دعه مباشرة وانصرف ولا تأتي إلا من يرقيك بالقرآن والسنة عب يرقيك؟ عب تسمعش عب يقرأ قرآن وبإذن الله القرآن رب العالمين أنزله شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة